أحياناً تعطي جهازك للشخص وحاب يشوف جزء معين في هذا الجهاز سواء في اليوتيوب أو في التوك توك أو في أي برنامج من البرامج أو حتى الاستوديو فمن الأفضل أنك تفعل خيار الوصول للموجه ما يقدر يتجاوز هذا المكان اللي أنت حددت له وطريقة تفعيل الوصول للموجه أروح إلى الأعدادات وبعدين أروح إلى تسهيلات الاستخدام من تسهيلات الاستخدام أنزل الأسفل واختار الوصول للموجه من هنا أفعل الوصول للموجه ومن هنا أفعل أعدادات رمز الدخول مثلاً الآن لو دخلت حسابي في التوك توك وضغطت على زر التشغيل ثلاث مرات يظهر لي هنا الوصول للموجه بهذا الطريق أضغط على البداية وحط رمز تسجيل دخول سواء كان رمز الدخول أو رمز آخر تم تفعيل الوصول للموجه أنا هنا فقط أقدر أدخل حسابي في التوك توك لكن لا أقدر أروح إلى أي مكان ثاني وإذا أريد أن ألغي هذا الأمر أذهب إلى زر التشغيل مرة أخرى واضغط ثلاثة ضغطات متواصلة وأسجل رمز الدخول مرة أخرى واضغط على نهام وبكذا أقدر أستخدم الجهاز مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر